إلى الله نمضي يا هنيئا لمن سبق ويا حق قلب من تقال الله قد خطق تمر بنا الأيام سرعة كأننا نرى سرعة الأيام كالبرق إمبرق فإن كنت ذنب حصيف وحكمة فلا تجعل الأيام تمضي كما سبق سلام لبنات مساء الخير وشارككم إن شاء الله تكونوا كامل بخير يا رب العالمين أنا بخير والحمد لله رح نشارككم اليوم فيديو بزا بزا في مليح وصفة تعقاتنا تعجلباننا بزا 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 بنين نحتاجوا في هذه الوصفة لبنات صدر الدجاج أنا درت هنا نصف در سعجاج درت له حبة بسلا كنت قشرتها ورحيتها رح نحط معاها لي كاروت نقليهم أكل مع بعضاهم ندلهم شوية عزيت الزيتون وشوية عزبدة ونقليه كيمين سوس بلونش نقليهم لي حتى أن ذاك الجاج يبدل للون بتاعه ورح نبعد نزيل له ليزي بيس هذه البنات الوصفة عزيزة عليها بزا 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 خاطية الوصفة التاعي مشيت ساعي هذه الوصفة أختي وحبيبتي ورب يرحمها أختي الكبيرة هي اللي عطتني هذه الوصفة حبيت نديرها هذه الأغساة اليوم ونهدلكم عليها باش أكل تدعيولها أكل تدعيولها بالرحمة تدعيولها بالفردوس الأعلى إن شاء الله يا رب تكون هذه الفيديو صدقة جارية لها إن شاء الله تجربوا كامل الوصفة تحا وتعجبكم تدعيولها إن شاء الله يا رب العالمين أي واحد يموت ويكون عزيزة علينا يخلي منورها ليدعيوله كامل وأنا حبيت اليوم ندير هذه الفيديو وندير الوصفة التاحة يعني ونتفكرها بها ونهدلكم عليها ونطلب منكم يعني من قلبكم تدعيولها تدعيولها بالرحمة تدعيولها بالفردوس الأعلى ورب يرحم جميع موتانا يا رب العالمين ويرزقهم النعيم الفردوس الأعلى ويخفلهم يا رب العالمين هذه يا حبوبتي أختي عزيزة عليها بزبزيف وبالكر أني متوحشتها بزبزيف على بها اليوم درت الفيديو هذا على جالها إن شاء الله تكون صدقة جارية لها كما شدتوا حبوبتين واللي معاكم الوصفة درت قليت الجاج قليت الجزر معاه قليت البصلة وهنا كيتقلولي مليح درت درت الملح في الأكحل درت ثوم بودرة ودرت كوركم الكوركم اللي بنيت أول مرة نديرو في هذا البلاء وجاب بزبزيف بنين يعطيلو بنا خطيرة خطيرة جربوه رح يعجبكم بزبزيف وقريت عليه بزيف فيه بزيف هو إد يعني للجسم هكذا احنا في جهتنا يعني من طيبوش به بزيف الكوركم في دارنا من طيبوش به الكوركم مي واللي تانا ندخلو بزيف نديرو في الطياب بتاعي ورقيت عنده ضوق يعني بزيف يبدلت ضوق تاع الأطباق بتاعكم ومانتون قلت لكم بزيف فيه اللي بيان في يعني تاع للجسم بتاعنا كيما اشتو هنا لبنات كنت روحت للأكسين وشيت هذا البلاتو كاري رح ندير فيه القرطانة اليوم بزي 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 مليح حبيت نعطو لكم على السري هكذا واللي انتريسي تلقوه في أكسين والا كان لبنات ما على بالهمش في أكسين بزي 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 تلقوه لفيسيل مليحة وتلقوها يعني دي بخي غيزونا ما مش غاليين بزي كيما اشتو هنا نحيت الجج هذا كله كانتا فتتو درت كنت قليت حبيت عباتاتا حطيت هم هم اللولين حطيت فوق هم هذك الجج وزيت زوج حبيت تعبيض مع لسوس هذيك تاع الجلبانة وحطيت هم هك فوق الجج هذك كيما اشتو درت ثلاث طبقات تقوم ثلاث طبقات اللولة درت الباتاتا مقلية الثانية درت الجج لي كنت فتتو والثانية درت الجلبانة مع ذيك الكاروت ولا السوس لي كان ثبقات يعني درت لهزوج بيضات وغطيتهم بالفروماج من الفوق وغطيتهم للفلفور هنا وش درت معاها البنات درت معاها كسرة كسرة تعنا يعني انا درت هذوش كيلة تاع دقيق بكيلة تعفارينا ومبسسها هكا درت شوية تعمل ومبسسها بيدي البنات اللي يكونوا ما يعرفوش يعني يديروا الكسرة ولا عندهم مشكلة تاع الكيل انا منديرش بالكيل ندير هكا الزيت تبش شوية حتى نشوفها باللي تبسس يعني هكذا نبسسها كيما المقراض نبسسها من ليح ومبعد نولي اللمها بالماء كما تشوفو هنا نعطي لكم شكل ساحة وتجيب بزي 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 مليح هنا نلمها نشمها ولما هنعجنها شوية ونديرها قرسة وحنطيبها في تاجين حين نشوفوا الشكل ساحة في الاخر هنا شاركتكم باكي باش تديوا فكرة يعني كين على بالي بزي بزي عندهم مشكلة يعني كيفاش ما تجيهم شو مبسها ولا ضيفوها ماشي لازم ديروها برك وبسوها مليح حسنا تحسوها انتوما بلي هذك بلي هذك الدقيق تبسس يعني مليح فالا عسولاتي دونك ما تنسوش حبوباتي حنزيد نعود نطلم منكم دعواتكم لأختي وحبيبتي وربي يرحمها ربي يرزقها الفردوس الأعلى ان شاء الله ربي ينجح لها وليداتها يا رب ان شاء الله ربي لقينا بها في الجنة ان شاء الله يا رب العالمين حبيباتي هنا فالا نعجن في الكسات التاعي وراح لقراتنا التاعي قلت لكم لوحتوي طيب دونك كما شتوني درت فيها غر جوج حبيت تعبيض مع ذيك لأسوس لأسوس ما خليتش بزاف مع الجلبانة باش تجيكم بنينا وما تجيش بزاف فيها لأسوس فالا دونك خليها يا ربي سامي نوت في الفور ون نحيها رح نشوفه لك الشكل كي نحيها هنا قلت لكم درت الكسرة معها عجنتها وقررتها طيبتها ما صورت لكم شكي طيبتها بسها جيت بزاف مليحة رح نشوفه الشكل ساحة بعد انه هنا دايما كي نعجنها نغطيها كبه ونخليها ترسح يعاني شوي وهنا درت السلطة مع القرات انتا اليوم درت السلطة درت فيها شوية فروماج هذال اه قطعتهم بتي مرسو جيج اه البولي فيمي قطعتهم بتي مرسو درت ميز تمات ودرت بصلة وكورنيشون والا جيب زف هذي لسلات جيب خيش و جيب زف بزف بنينة وملحة اه نقطعهم هكذا كامل رقاق وندلهم لسوس فينيجات اه كي ما قلت لكم ع السؤولاتي جيب زف بزف مليحة لسلات مع الكسرة جيب زف مليحة اه فمع الصيف مليحة للصيف ولا لاشتا يعني ترفقو بيها للي غاتان تساعكم ولا لسوف بزف 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 مليحة وبزف مغذية يعني ما فيها بزف الخضراء ومتكاملة يعني هنا كماشتو رح نزيد لها غر حبة زيتون وهنا سلطة تعي راي وجدد قلتكم جاد بزبزة في بنينا رح اتعجبكم يعني جربوها اكيد حتعجبكم فيها فيها الكوتي فخيشو هكذا بزبزة في مليحة وتعاونكم هكذا على ديجيستيون فالحبوبتي هنا لقغة تعي راي وطاب رح نحيهم الفور رح نشاركم بكاكي نحيتو شكل تاعو هذا كان شكل سلطة تعي جاد بزبزة بهيونة جاد هبل وقلتكم من في المرة قد يبزة بزبزة في مليحة هذا هو القغة تعي لبنيت كدرت له ذاك الفرماج ورحتو في الفور شوفوا الفرماج ذاك 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 ودبزة بزف بنين هذا القغة بزبزة بزف بنين هنا نحيتو غر هكذا من البلا وخليت له ذاك البلاتو الليل تحت ذاك الفرن البلاتو خليتو عجبني بزف هذا البلا تم يجيكم القغة كديرو في حاجة كاري ولا عجبني بزف دونك قلتكم شيتو اليوم وجربت فيه يعني اليوم هنا درت غر ديتو ما تسوغيز هاك من الفوق على جل لا ديكو هكذا وبزف بهاوها وجات زادوها بها وما فلقو يجيو مليح يعني ميلو غراتان واحدو ديجا جا جا عسل 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 البنين بزف 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 اكيد الوصفة حبوبتي تاع اختي العزيزة واختي الغالية وحبيبت قلبي هنا حبوبتي كان هذا هو لغراتان تعملها اليوم ان شاء الله يكون عجبكم ان شاء الله تجربوه وتدعيو الأختي ان شاء الله ربي هنكم كامل ويفرحكم ويلمش ملكم مع أهلكم ان شاء الله وعلى حبوبتي حنكسم لكم باش تشوفوا كيفاش جا من الداخل جا بزف بزف بنين ويجيكم طري يجيكم يضوف الفم وعلى حبوبتي هنا حينا وصلوا نهاية الفيديو حنقول لكم تهلا في روحكم ان شاء الله الفيديو تعليم يكون يعجبكم فيديو من القلب ان شاء الله يوصل لقلبكم داعي كتمو نحبكم بزف في الله ربي خليكم لي دعوتكم الأختي دعوتكم للناس كامل لكل أمة الإسلامية اللي متوفين ربي يرحمهم وللناس كامل ان شاء الله هذا الفيديو يكون صدقة جارية لأختي وولا حبوبتي نشكركم بزف 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 تهلا في روحكم ونتلقوا ان شاء الله عن قريب في فيديو جديد السلام عليكم إلى الله نمضي يا هنيئا لمن سبق ويا حق قلب من تقال الله قد خطق تمر بنا الأيام سرعة كأننا نرى سرعة الأيام كالبرق إمبرق فإن كنت ذلوب حصيف وحكمة فلا تجعل الأيام تمضي كما سبق وحث إلى الرحمن سيرا فإننا على هذه الدنيا كحبر على ورق وحث إلى الرحمن سيرا فإننا على هذه الدنيا كحبر على ورق